اشتركوا في القناة السعودية الشقيقة بعد انتهاء اعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ان نعرب لكم عن بالغ الشكر وخالص التقدير على ما قبلنا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدنا الثاني انتدادا لما يربط بين بلدين وشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية اخوية متميزة وما تتسم به من عمق تاريخي على كافة الاصعدة والمجالات واننا اذ نثمن عاليا استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة لأعمال هذه القمة العربية المهمة لا يسعنا الا ان نعرب عن تقديرنا الكبير لجهودكم المباركة واعتزازنا بحرصكم المعهود على تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك ودعم كافة المساعر رامية لتضافر الجهود العربية على كافة الاصعدة والمجالات بما يخدم المصالح العربية المشتركة ويحقق الخير والنماء لدولنا وشعوبنا العربية ويحفظ امن واستقرار وازدهار المنطقة اسأل المولى عز وجل ان ينعم عليكم بموفور صحة والعافية والعمر المديد ويديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة نعمة الامن والامان والرخاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر